طبعاً أنا يعني دعيتك اليوم معي في الستوديو لأنه فعلاً أنت الشخص المناسب اللي يكلمنا عن الرجاء اللي منحتاجه الكلمة جميلة جداً كلمة موسيقية كلمة شعرية بحال ما نذكر كلمة الرجاء بصير عندنا إحساس جميل وأمل هيك ونور وإشراقة جديدة وتوقع وهيك يعني كأنه في شيء قادم اللي بشجعنا فخلينا أبتدي بالسؤال الأول لو حبينا نعرف الرجاء كيف ممكن اتعرف الكلمة بطريقة عملية الرجاء زي ما حضرتك قلت بالضبط أنه الرجاء هو توقع للخير مليان بالفرح والمعنى ده مهم جداً أني عندي توقع نعم فأنا نفسي أسأل كل شخص بيشاهدنا كده إيه اللي أنت بتوقعه بنسمع كتير كده حتى كلام بالبلدي بالراحة كده أنا بكرة حصلي مصيبة أنا عارف أن أنا حروح والدكتور حيقولي أن أنت عندك كنسر عارف توقع في ناس عندها توقع دايماً ليه لأنه في ناس ثقافتها أو طريق تفكيرها لأنا أتوقع أسوأ شيء ولو جاء تاني كده ونتيجة كده فيه حمل وتقل ويبقى فيه ضغوط على نفسية الإنسان لكن الرب دعاناً يكون عندنا رجاء توقع للخير والتوقع للخير دوت كمان عشان التعريف يبقى كامل توقع مليان بالفرح ليه لأنه ممكن مثلاً أقولك لأ إن شاء الله بإسمي يسوع ربنا يشفيك تقولي إن شاء الله ربنا يسهل ربنا يعمله كأنه واحد مزربل كده يعني كئيب مكتئب ويقول آه ربنا يسهلها وبتاعها بس من جوه ما فيش الفرح ده الرجاء الحقيقي اللي الرب بيديه عندي توقع بكرة حيكون أفضل توقع بيقين يعني بيقين ومليان فرح يعني كأنه زي ما حضرتك قلت كده إنه بيجيب سعادة أو نشوة أو حاجة بطيب فيها بلسم فيها شفاء بالضبط فده مهم جداً إنه يكون في حياتنا لأن ده جزء من الحياة المسيحية الحقيقية فيه آية معروفة جداً بولوس الرسول قال في الكورنسوس كده إنه اللي يثبت كده عندكم التلات حاجات دي تلات أعمدة مؤمنين في الحياة الروحية الإيمان والمحبة والرجاء الإيمان والمحبة والرجاء كثير قوي مع الوقت الكنيسة أو المؤمنين بيركزوا طبعاً موضوع الإيمان ده مهم جداً عشان الإيمان هشوف رب بيدخل وبيعمل معجزات وبيسدد احتياجه مهم جداً المحبة شيء أعظمهم للمحبة بالضبط مهم جداً لكن مع الوقت كأنه بقى الفوكس أو تركيز المؤمنين إنه على الإيمان والمحبة الإيمان والمحبة وحصل إهمال بدون ما ندرك لحطة الرجاء كان الرجاء ده سانوي زي واحد مثلا عنده الأكلة الأساسية كده والرجاء ده زي ديزيرت أكلناه مكلناهوش مش مشكلة ما أحواجنا أخ النزار في هذا العصر وفي هذا الزمن للرجاء إحنا محتاجين جداً للرجاء ليه ليه النقطة دي مهمة جداً لأنه الإحصائيات بتقول إنه ده زمن أكتر الأمراض المنتشر فيه أمراض عقلية وأمراض نفسية الألأ والإنجزايت الخوف حتى الأطفال أنا من دوري كراعي في أوقات كتيرة شفت مع مر السنين وحضرتك أكيد شفت في الخدمة كده إن إزاي إنه في زيادات مخيفة مرعبة في وسط الأطفال أمهات بتيجي تطلب صلي عشان ابني عشان عنده مشكلة في المدرسة عشان مخه عشان مش عارف كل الحاجات أسامي غريبة إيشي أوتزم إيشي حاجات في الزهن كل أنواع وكل شوية نسمع عن أنواع جديدة على الزهن والمخ مش شغال كويس إحنا محتاجين للرجاء ليه؟ لأن الإيمان بيعمل في دائرة القلب الإيمان ده بيعالج موضوع القلب لكن الرجاء دي حاجة مرتبطة بحاجتين الزهن المخ بيشتغل إيه؟ إيه اللي بفكر فيه وإيه اللي أنا شاعر به الرجاء بيملاني إما حيلمس دائرة النفس كده فالنفس تبقى مرتاحة ما يبقاش بتعاني من أمراض النفسية الكثيرة أو الأمراض الزهنية الكثيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر